مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ لمحطاتها من صحيفة الجارديان البريطانية بشار الاسد استغل الزلزال للخروج من عزلته قالت صحيفة الجارديان ان رئيس النظام السوري بشار الاسد انتهز فرصة الزلزال للعودة الى المسرح الاقليمي والخروج من عزلته اضافت ان الاسد عندما زار حلب لاخذ الصور مع السكان الذين اصطفوا للقائه وهو يتفقد الدمار الذي تركه الزلزال بدى مرتاحا اكثر من اهتمامه وقلقه على الناجين من الكارثة وفي غضون ايام من كارثة الزلزال المدمر كان مسؤول المساعدات الدولية يطلبون من رأس النظام السوري الاذن بالوصول الى التجمعات الاكثر تضررا خارج المناطق وخارج مناطق سيطرة النظام وفي وقت اتجهت الهيئات العالمية ايضا لتذعين للاسد مرة اخرى كزعيم ذي سيادة لدولة موحدة وفق الصحيفة كما سافر وزراء خارجية الامارات العربية المتحدة والاردن ومصر ومسؤولون من دول عربية اخرى الى دمشق لاستقبال الاسد بحجة تقديم التعازي وتقول الصحيفة من الواضح ان الرجل الذي قاد تفكك بلاده ونفى نصف سكانها ودمرها دمارا اقتصاديا كامل لا مثيل له تقريبا في اي مكان في العالم على المدى السبعين عاما الماضية قد عاد وتضيف الجارديان انه من المحتمل ان يتم اعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية في وقت لاحق من هذا العام مما يعزز اعادة تأهيل الاسد ومن المعروف ان كبار المسؤولين في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضغطوا بشدة على قضيتين فصل سوريا عن النفوذ الايراني ووقف تصدير كميات هائلة من عقار الكيبتاجون بحسب الصحيفة اشتركوا في القناة